ورجعنا نحضركم بعد الفاصل عشان نشوحهم بردو نكمل أخبارنا العالمية بقى صلاح وكلوب على موعد مع التاريخ في المرش اللي جاي الليبربول يستقبل الليبربول نزيله نادي التولز الفرنسي على ملعب انفيلد نادي لونز الفرنسي على ملعبه في انفيلد مساء اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمصابقة الدور الأوروبي ويحتال لليبربول طبعا صدرت المجموعة الخمسة برصيد ست نقط بعد مرور جولتين يعني العالمة الكاملة بينما يتواجد نادي تولوز في المركز الثاني برصيد أربع نقط وتقابل لليبربول وتولوز مرة واحدة فقط من قبل في المسابقات الأوروبية كلها يعني وفاز ريتز فادوا بنتيجة 5-0 بمجموع المبراطين في الأدوار التمهيدية لدور أبطال أوروبا في شهر أغسطس عام 2007 وكانت تلك هي المواجهة الوحيدة لتولوز أمام الفريق الإنجليزي لم يخسر لليبربول سوى مبراطين فقط في آخر 15 مواجهة أوروبية أمام الفرق الفرنسية 12 انتصار وتعادل واحد والتحقيق الانتصارات في آخر 3 مبارات على التوالي وده منذ خسارة أمام ليون بنتيجة 2-1 في دور المجموعات لدور أبطال أوروبا موسم 2010-2009 ويبحث يورجون كلاب عن تحقيق الانتصار رقم 150 لرفقة ليبربول في جميع المصابقات عن أرضه وفي حالة شارك محمد صلاح وده طبعا احتمال هو الأكبر في المبارات اليوم فسيصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى 70 مباراة أوروبية رفقة الريدز حقيقة محمد صلاح بيواصل تحتيم الأرقام القياسية من ساعة مراح ليبربول وكمان هو كان المسج اللي وصلها أثرت على جمهور ليبربول من ضمن الجماهير اللي دعمت القضية الفلسطينية الحقيقة يعني وعملوا مسج حلوة قوي في اللقاء اللي وقفوا فيه دقيقة صمت توصلوا رسالتهم قالوا إحنا ما بنصمت شوي الأطفال بتموت إحنا بنصمتوا الأطفال نايمة الصمت على الأطفال النايمة وليس الأطفال القتلة محمد صلاح رسالته وصلت للعالم ووصلت لجمهور ليبربول وليبربول مع محمد صلاح ومحمد صلاح معهم عاملين حاجة كده من الأرقام الخالية سواء هو معهم عامل أرقام فردية النفسه كويسي قوي أو ليبربول حقق يعني قبل ما محمد صلاح يكون موجود كان بقالهم فترة كبيرة جدا ما حققه الشامل صديق ولا دوري ولا أي حاجة هو حقق معهم كل حاجة تقريبا يعني فالحقيقة كان إضافة قوية لليبربول وكان مشروع ليبربول كان قائم على محمد صلاح ويورجون كلوب الاتنين دول غيروا تاريخ ليبربول وغيروا شكل ليبربول فإحنا لازم ندي ليورجون كلوب وصلاح حققهم لأن الاتنين دولة كانوا هم مشروع ليبربول اللي وصلهم للتشاملس ديج ووصلهم للهائل تشاملس ديج ثلاث مرات واربعد وخدوا منهم بطولة ده ما كانش شيء سهل بالنسبة لليبربول يعني آخر نهائي وسط ليبربول تقريبا كان لقصاد ميلان كان 2003 تقريبا اللي فاس فيه ميلان كان ساعتها 2005 مصبوط اللي فاس فيه ميلان على ليبربول وكان في اسطنبول كمان وكان لسه ساعتها ستيفن جيرارد كابتن فريق ليبربول وهم مقدرونش يكسبوا المرشده فالصلاح عمل طفرة كبيرة جدا مع الردز مع يورجون كلاب كمان اللي كان لهم دور كبير جدا في ان هم يحطموا أرقام قناسية كتير جدا محمد صلاح بيواصل تحطيم الأرقام الفردية تحديدا مع ليبربول بشكل مختلف تماما مشروع صلاح مع ليبربول استمر رغم الإغراءات الكبيرة جدا اللي جات لمحمد صلاح الله أعلم في الفترة اللي جاه استمر ولا لا لكن لا هم ماشيين معاه بشكل كويس هو كمان كان عايز يستمر معهم وده بان في تجديده لهم 3 سنين حتى بالعروض الخيالية اللي جات له من السعودية هو أراضي اللي استمراره وهم كانوا عايزين واستمر وده مأثر على استقرار الفرق بشكل واضح جدا ويمكن أنا برشح ليبربول ان هم يفوزوا بالدور الأوروبي السناني هم الأقرب لأنها فرقة متعودة على تشاملز ديج ترجمة نانسي قنقر